مساء الخير ومساء السعادة بالشروق كيفكم؟ كيف أموركم؟ متمنى تكونوا بصحة وبسعادة مطلقة وإن شاء الله يا رب سنة 2020 سنة تحقيق الأمنيات وسنة تحقيق الأهداف بشكل مطلق اليوم حنحكي اليوم حنحكي عن توقعات علم الأرقاب من خلال علم الجفر وحنعرف من خلال علم الجفر هل أنا حكون غني أو فقير قال طيب شو باستفاد إذا أنا عرفت حالي غني أو فقير قال تستفاد من كتير قصص أنا كلم مثلا أنت تبرمج على المال تبرمج على الحظ على شو بدك تبرمج بربج وبتزيد وبتزيد البرمجة عندك بشكل أو بآخر طيب بالعكس لازم كتير تشكرني أني عم علمك هاي العلوم لحتى أنت تعرف شو أساسك لحتى أنت تعرف شو مضبونك إذا كنت غني شو تعمل وإذا كنت فقير كمان شو تعمل والله مو يعني والله إذا طلع الرقم عندك فقير تقعد والله تقول يا الله أنا فقير أنا حعيش طول عمري فقير لا أبدا مو هاي بالعكس إذا طلع رقمك فقير فلازم تشتغل وتشد على حالك وتتعب على حالك وتبرمج على المال وتبرمج على الغنى بشكل كتير كبير بتضاعف مجهودك فقط من 41 يوم لـ 3 شهور أو لـ 4 شهور طيب شو هو هذا علم الأرقام وهل أنا حكون غني أو حكون فقير وحنشوف شو شلون حنحسب على الضبط على أول شي هنحسب أنه نحن لازم ندرس ونحسب من خلال الموليد أو من خلال تولد حضرتك يعني شلون يعني من خلال الموليد أو من خلال تولد حضرتك أول شي بتكتب تاريخك يعني شلون يعني تاريخك يعني بتكتب 22-11-1990 اليوم كتبنا اليوم اليوم هو يوم 22 بعدين الشهر بالشهر 11 بعدين تاريخ الميلاد شايفين شلون كتبنا 22-1990 على الضبط مثل المو شايفين اليوم الشهر السنة قال بعد ما أنا كتبت اليوم والشهر والسنة قال ببلش أنا أعمل العملية الحسابية المطلقة قال شو هي؟ قال شو هي؟ قال بنزل اليوم يلي هو 22 بنزله على هذا الشكل 22 تمام؟ قال بعمل ضربها بعمل العملية الضرب ضرب وبنزل هدول الأرقام يعني أنا بقلك إنك بتعمل كل هالعملية الحسابية يساوي شايفين؟ شايفين شو عملت؟ بنزل اليوم 22 ضرب وهدول الأرقام كلهم بحطهم بمستوى واحد وبعملهم عملية الضرب طبعا أنت بتعمل عملية الضرب على آلة حاسبية أكيد ما حقلك بتعمل وتجمع كل هدول الأرقام تمام؟ يعني أنا بقلك إنك بتعمل كل هالعملية الحسابية ضمن الأرقام قال بيطلع الناتج معنا 2.000.000 طبعا بيطلع معنا رقم خرافي شايفين؟ هذا هو الرقم يلي طلع معنا هذا هو الرقم يلي طلع معنا هذا هو الرقم يلي طلع معنا قال منبلش نجمعه ومنبلش نطلع من خلال هذا الرقم منبلش نجمعه بشكل كتير كبير قال شلو منبلش نجمعه؟ بنقول 8 زائد زائد 7 زائد 3 زائد 6 زائد 4 زائد 2 قال يساوي الرقم يلي طلع معنا 30 الناتج تبعنا طلع 30 تمام؟ هلأ آخر شي هاشرح لكم مثال تاني بعضين بعضين بعضيكم نتائج هاي الأرقام طيب لنفترض لنفترض افتراض واحد مثلا عمره مثلا هو بتواريخ مثلا 24 24 24 ثلاثة مثلا ألف وتسعمية وألف وتسعمية مثلا وواحد وثمانين يوم شهر سنة 24 ثلاثة ألف وتسعمية وواحد وثمانين قال شلون هذا؟ مدنا ننزل الرقم ونضربه قال مننزل الأربا وعشرين ضرب الصفر مننزله والثلاثة مننزله ومننزل جنبه واحد تسعة تمانة واحد يساوي ومنضرب هذا الرقم 24 ضرب صفر ثلاثة واحد تسعة تمانة واحد بيطلع معنا الرقم سبعمية وسبعة وستين فاصلة خمسمية واربعة واربعين هيك بيطلع الرقم قال منبلش هذا الرقم نجمعه أربعة زائد أربعة زائد خمسة زائد سبعة زائد ستة زائد سبعة بيطلع معي الرقم 33 فأنا الرقم يلي طلع معي 33 طبعا كل واحد بتمنى تحت يشاركنا بالتعليقات الرقم يلي هيطلع معه طيب قال أنا طلع معي رقم 30 وفي عالم مثلا تطلع معه ارقام بشكل عام قال اذا طلع معك الرقم طلع معك الرقم من 26 لا طلع معك الرقم بس لحظة لأتأكد لأشوف لكم لأنه هي عملية حسابية اذا طلع معكم يا أصدقائي ويا أحبابي وين هي الورقة اي اذا طلع معكم الرقم 26 تمام وبين 26 وعشرين لبين على الضبط على الضبط لبين 30 من 26 ل 30 يا جماعة جيبوا ورقة وقلم مشان ما تضيعوا يعني جيبوا ورقة وقلم وسجلوا هالمعلومات يلي عم بعطيكم ياها جيبوا ورقة وقلم وسجلوا المعلومات يلي عم بعطيكم ياها على حسب الرقم النهائي يلي بيطلع لك حتتحدد حتتحدد النتيجة تبعك على حسب الرقم النهائي تتحدد النتيجة تبعك آل اذا طلع معك من 26 وتحت تمام طلع معك من الرقم 26 وتحت يعني 26 25 24 الى آخر اذا طلع معك هذا الرقم 26 قال فانت من 26 ونازل قال فانت بمرحلة الفقر لازم تشتكل على طائط معك شلون يعني بمرحلة الفقر يعني اذا طلع لك 26 اذا طلع لك 14 اذا طلع لك مثلا 17 الى آخر قال فانت هيك متعدي مرتبة الفقر قال اذا طلع لك رقم 27 قال فانت 27 28 29 فانت قال بالمرحلة الامنة والمتوسطة اذا طلع لك 30 وما فوق فانت قال بمرحلة الغنى اذا انت طلع رقمك من 30 وما فوق فانت من مرحلة الغنى واذا طلع لك من 26 وما تحت 26 وتحت فانت بمرحلة الفقر لازم تشتغل على طائط مالك لازم تشتغل على مالك لازم تشتغل بشكل كتير كبير على المجهود المالي بشكل كتير كبير اذا طلع لك 26 28 29 فقال انت على الحد كيف يعني على الحد؟ يعني عندك طائط فقر وعندك طائط غنى وهذا الشي بيرجع عليك وبيرجع علي شغلك يا اما انت بتزيد مستوى شغلك وبتتحول لطائط الغنى او بينقص مشتوى شغلك وبتتحول لطائط الفقر على حسب بيرجع هاد الشي الى طيب اذا طلع معي رقم 30 طلع معي رقم 33 طلع معي رقم 40 طلع معي رقم 50 30 وما فوق ل30 فانت ضمن الغنى بشكل عام يعني انت ضمن دائرة الغنى بشكل عام هلانا هيك بكون عملت لكم هاد الفيديو حضرت لكم هاد الفيديو بشكل كتير بسير هارجع اكرر المعلومة بشكل كتير كبير اول شي بتحط تاريخك عالضبط 22-11-1990 متل ما اتفقنا يوم 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 شهر سنة يوم شهر سنة بنحط 22 لحالة 22 لحالة ومنقول ضرب ومنضرب الـ 11 ومنجمعه نسوا بصير عندي انا 11-1990 بحطه ببند واحد وبقول يساوي وتطلع الرقم على الآلة الحاسبة وببلش اجمع هاد الرقم شايفين شلون ببلش اجمع رقم رقم بجمعه سوا ومع بعض وهيك انا بكون وعلى حسب النتيجة النهائية بتقرروا ومتل ما قلت لكم اذا من 26 ونازل فمن مرحلة الفقر واذا من 30 وطالع فانت من مرحلة الغناء وشكرا كتير لكم وبشوفكم باشياء جديدة وتوقعات جديدة وما تنسوا اللايك على الفيديو والمشاركة ويعطيكم العافية